اعتاد الأطباء أن يعرفوا RSV كفيروس موسمي يظهر في الشتاء ولكن في الأشهر القليلة الماضية في بلدان عدة كالولاة المتحدة وبريطانيا واليابان كان هناك ارتفاع مفاجئ في الحالات بحسب صحيفة واشنطن بوست مستشفيان اثنان في واشنطن أعلن تسجيلهما نموا في عدد الأطفال بفيروس RSV الخلوي التنفسي المرض الذي يعتبر شديد العدوى ويشبه الأنف الونزة تتداخل أعراضه مع كورونا تشمل أعراضه الحمى وسيلان الأنف والسعال وقد تصل إلى ضيق التنفس والتهاب القصيبات في حالة قصوى ويعد السبب الأكثر انتشاراً للالتهاب الرئوي عند الأطفال دون العام الأطباء رجحوا بأن جائحة فيروس كورونا قد تكون أثرت بشكل غير مباشر على نمو عدد الإصابة بفيروس RSV حيث إنه في شتاء الماضي لم تسجل إصابة بهذا الفيروس والإنفلونزة التقليدية بسبب القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا ومنع تجمعات الاجتماعية لكن بعد تخفيف بعض الإجراءات حول العالم بدأت الحالات ترتفع نسبياً ويجب نقلوا حوالي 1 إلى 2% من الأطفال دون سن ستة أشهر المصابين بفيروس RSV إلى المستشفى وإعطاؤهم أكسجين إضافياً لمساعدتهم على التعافي تفشي المرض الموسمي عند الأطفال بشكل مفاجئ وضع عائلاتهم في حالة تأهب وأظهر مدى عمق فيروس كورونا والتدابير المرتبطة به في إعادة تشكيل العالم رشخية العربية اشتركوا في القناة